لمصائب قوم عند قوم فوائد فقد أدت إزالة جسر فوق ممر شط العرب المائي مجالاً جديداً للعمل لأصحاب زوارق الصيد العاطلة عن العمل منذ شهور في المدينة الجسر كان يربط بين وسط مدينة البصرة الساحلية في جنوب العراق ومنطقة القرنة وهكذا اضطر سكان المدينة لاستخدام قوارب للعبور بين الضفتين ولا يستطيع الصيادون في البصرة الخروج بقواربهم باتجاه الكويت أو إيران خوفاً من مطاردات خفر السواحل في البلدين هذا الأمر يقلص حصيلتهم من الأسماك إلى حد بعيد حتى في موسم الصيد وقد أدت عمليات هدم الجسر القديم وبناء الجسر الجديد إلى اختناق حركة السير في شوارع المدينة فقد بات الانتقال من وسط المدينة إلى القرنة التي تبعد عشرين كيلو متراً يستغرق ما يصل إلى ساعتين يقع ممر شط العرب المائي عند ملتقى نهري دجلة والفرات في القرنة ويبلغ طوله 114 ميلاً إلى الخليج العربي ترجمة نانسي قنقر